موسيقى الشركات المقاولين الآن أصبحت أن تشكل جزء أهم من التعامل مع العميل المالك الوكالات التنظيمية والتشريعية الآن تدقق كثيرا على العميل المالك بأن يتعامل مع أمن وأسلم مقاول لأداء العمل بالأمن والسلامة ونتيجة لذلك أنا متأكد بأن شركتكم ترى أن التدقيق متزايد من قبل هذه الهيئات وأيضا العميل المالك لأن العميل المالك يبحث عن شركة مقاولين تتمم العمل بالوقت المناسب وبدون أي مشاكل أو أي إصابات نشكركم على أخذ الوقت للإطلاع على برامج الصحة والسلامة والفعالة هذه أول خطوة لأعضاء الـ ISN لفهم المقاولين والمزودين كيف تبني البرنامج المناسب لشركتك وهو برنامج الـ HSE خلال الدقائق القادمة سنقوم بتغطية بعض الفوائد أو الفوائد المهمة التي يناتج عن وجود برنامج كمثال في شركتكم هذا ليس هو الشيء الوحيد الذي تقومون به لموظفيكم ولكن أيضا ممكن أن يساعد بزيادة فرصكم التجارية مع شركات أخرى هذه الفوائد تشمل إصابات أقل للموظف الموظف يعود إلى المنزل بنفس الحالة التي وصل بها إلى العمل زيادة الروح المعنوية والإنتاجية الموظف يدرك أن الشركة تهتم بالأمن والسلامة زيادة نمو الشركة لأنها أيضا تحافظ على جميع أنواع موظفيها منهم الأكثر خبرة توفير مصاريف الأصابات والحوادث وأيضا نمو الشركة لأنها الآن مصنفة من الشركات التي تهتم بالأمن والسلامة في الجزء الثاني من هذا الفيديو سوف نأخذ المشاهد خطوة خطوة وبتعمق على كيفية وضع أنسب برنامج من نوع برامج الأمن والسلامة الخاص بالشركة البرنامج يجب أن يغطي نطاق العمل كيفية العمل وأيضا إجراءات الأمن التي يجب أن تطبق أثناء العمل ونحن نشجعكم بأن تشاهدوا هذه الفيديوهات لأنها سوف تعطيك الفهم السليم لكيفية وضع برنامج الأمن والسلامة الخاص بالشركة أعرف مسبقا بماذا تفكر هل يستحق كل ذلك؟ وممكن أيضا أنك تسأل نفسك الأسئلة التالية نحن شركة صغيرة فهل حقيقة نحتاج لهذه البرامج مثل برنامج الأمن والسلامة؟ واذا احتجنا إليها فمن أين نأتي بالمراجع التي تساعدنا على وضع هذه البرامج؟ الأمن والسلامة البيئية لم تكن سابقا مشكلة في شركتنا فلماذا القلق بهذا الشأن الآن؟ الحقيقة هي هل تستطيع أن تعمل بدون هذه البرامج والإجراءات؟ أنت كصاحب عمل أنت ملزوم أمام الموظفين في هذه الإجراءات واتخاذها وكما يقول المثل إذا شيئا لم يكن مكتوب إذن لم يفعل ذلك برنامج مصاغ جيدا ومحافظ عليه من قبل الشركة سوف يكون أهم وسيلة أو أداة بالنسبة للشركة للحفاظ على أمانة وسلامة الموظفين سوف تستخدم هذا البرنامج لتوصيل شروط الأمن والسلامة إلى الموظف أثناء العمل إذا كنت تشعر بأنه إنشاء هذا البرنامج تكلفته مفرطة فتخيل تكلفة الإصابة أو الغرامة التنظيمية لقد أظهرت الدراسات بأن الإصابات الغير مباشرة هي أعلى من الإصابات المباشرة من ناحية التحقيق بالإصابة، تكلفة الأطباء، إعادة تأهيل الموظفين وخاصة الموظفين ذوي الخبرة وهذه الدراسات أظهرت أنه المعدل يتراوح ما بين 5 إلى 20 مرة أكثر من الإصابة العادية إذا كنت على استعداد بالقيام بقليل من البحث لكي تتمكن أن تحصل على أحسن موارد ممكنة التي سوف تساعدك ببرنامج الأمن والسلامة فهي متاحة بأقل تكلفة ممكن أو حتى مرات مجانا وسوف تساعدك على تركيب أو تنظيم برنامج كامل إلى شركتكم لتساعد موظفيكم باتخاذ الشروط المناسبة إذا وجدت نفسك بأنك مطمئن من ناحية الأمن والسلامة أو السلامة البيئية بخصوص شركتكم فهذا هو عامل رئيسي بأنكم على خطر لأنه يجب أن يتم تحديث البرنامج أثناء العمل وإعادة تدريب وتأهيل الموظفين وهذا هو العامل الرئيسي الذي سوف يساعدكم على أعلى مستوى من الأمن والسلامة والوصول إلى الهدف وهو العمل بدون إصابات والآن لنتكلم أو ننظر بكل الفوائد التي تكلمنا عنها سابقا وهي كيف نستطيع أن نحصل على أقل إصابة ممكن وما هو المورد الرئيسي والمهم بالنسبة إلى شركتكم ونتمنى أن تكون إجابتك هي موظفي أهم شيء عندي هدف كل شركة بأن يعود موظف إلى البيت أو إلى المنزل بنفس الحالة التي وصل إليها إلى العمل كيف يتم ذلك؟ بتحديث برنامج الأمن والسلامة إعادة التأهيل تدريب الموظف زيادة الوعي الشرط على الموظف بأن يتكلم مع زملائه وأن ينتبه على سلامة زملائه نستطيع الوصول إلى هذا الهدف الفائدة الثانية وهي الفائدة المهمة زيادة المعنويات زيادة الإنتاج وبنفس الوقت المحافظة على سلامة الموظف وعودتهم بدون أي إصابات عندما يشعر الموظف بأن الشركة تهتم بأمانهم وسلامتهم أثناء العمل أي أن كان نطاق العمل سوف يشعر أنه يملك الشركة كيف تحصل على ذلك؟ اجعل الموظف أن يشارك بعملية إنشاء برنامج الأمن والسلامة فهذا سوف يساعدهم على إنشاء البرنامج وأيضا فهم البرنامج أثناء العمل والفائدة الثالثة هي تحسين الأداء وأيضا زيادة الإنتاج وكيف يتم هذا؟ فهي علاقة مباشرة بين الحفاظ على الموظف والموظفين الأكثر خبرة مع هذا الإنتاج أو نطاق العمل فالدراسات قد أوضحت أو الخبر قد أوضحت إعادة التأهيل ممكن تأخذ ما بين سنة إلى خمس سنوات فإذا حافظت على الموظف من البداية فأنت تفاديت هذه المشكلة الفائدة الرابعة هي توفير التكاليف الإدارية وهذا سوف ينتج بالمحافظة على الفوائد الثلاثة السابقة التي شرحناها إذا قمتم بتحديث البرنامج كلما تطلب الأمر فسوف توفرون بالتكاليف الإدارية الناتجة من خلال الحد من الوقت الذي سوف يستخدم أو يقضى في التحقيق بالإصابات الحد من الحاجة لتدريب موظفين لاستبدالهم بموظفين أصيبوا أثناء العمل زيادة الإنتاج والمحافظة على الموظفين ذوي الخبرة وأيضا تفادي أي أنواع الغرامات أو الغرامات التي تكون ناتجة مباشرة عن شركات التأمين ومن الفوائد المهمة ولكن ليست الأخيرة هي زيادة الإنتاج ونمو الشركة وكما وضحنا سابقا بأن شركات المقاولين الآن أصبحت جزء مهم بالنسبة للعميل المالك فالعميل المالك يبحث عن المقاول الذي يستطيع أن يقدم نفس العمل ولكن بأعلى مستوى من جهة الأمن والسلامة المقاول يجب عليه تحديث هذه البرامج توصيل هذه الشروط إلى الموظفين لكي يقدر أن يثبت إلى العميل المالك أنه قادر على أداء هذا العمل وبطريقة آمنة وسليمة نتمنى هذا الشرح البسيط والموجز بخصوص برنامج الأمن والسلامة وأيضا فوائد الأمن والسلامة قد يساعدكم على إنشاء أول برنامج خاص بشركتكم من هذا النوع وأيضا نشكركم على أخذ الوقت للإطلاع على هذا البرنامج وهذا الفيديو وأيضا نرجوكم بمشاهدة الفيديو الثاني من هذه السلسلة وهو كيفية إنشاء برنامج أمن وسلامة اشتركوا في القناة